وشاهدين الكرام أسعد الله وقاتكم كل خير حلقة جديدة من برنامج مع الشعراء الذي يتواجد الآن في ضيافة الشاعر القدير عبدالله بن سنان الاذيابي شاكرين لك أبو نايف والله يعطيك العافية حياك الله يا أبو فهد في منزلنا اللي كان بمكة المكرمة وكل عام وأنت بخير بمناسبة شهر رمضان ومن العايدين قبل الجحنة وأنت بخير طال عمرك بداية أبو نايف حدثنا عن تاريخ الميلاد والطفولة تاريخ الميلاد عام 1373 في وواحي أم الدوم في الصحراء لكن الحين ما فيه حضارة وبقينا نتجول في وواحي أم الدوم وفي الصحراء إلى ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانين بداياتي في الشعر وبدايت في النظم أول ما بدايت في النظم وبعدين بدايت في المحاورة مع شعارة من شعارة القبيلة قبيلتنا وخالي أنا خوالي طمحي وطماح وملوي شعار ومن الجماعة هلليل بمبويان والمزيني بن صويبر وفحان بن حجيل وكانوا يلعبون نلعب نشونا حفلات ولعبنا معهم ومهر يجيل كبار وأنا بصفتي شباب وش تذكروا من المحاورات القديمة على أيام والله أذكرنا ليلة فيما لعبوا فيها خوالي وفيها نفس الشعارة لنا ذكرتم وقال أهليل قلت لنا يا أهليل نشدك كما أنت مديل شتين ولا مضل ثانية قال خمسة وستين وجنوبي تشيل وأنت المفتح من العميانية قام مع ابن حجيل والمزيني اللي أنا ذكرت لك قلت قام المزيني وقام ابن حجيل قام اليهودي مع النصرانية ولعبنا عليها يا سلام طيب وغيرها تحبط شيء مثل رشيد الزراقي والله رشيد الزراقي كلهم قابلتهم رشيد الزراقي ورشيد العازمي ولكني ما أحفظ شيء من حاوراتهم الحاوراتها القديمة كلها أنا أكثر ما أحفظت من الستة والتسعين وجاي اللي قابل كان شويت قصايا دي نظم يعني ثم نجي كبه ما رأي إذا هي قديمة على بداياتها أما بالنسبة للطفولة زي ما قلت لي أنا أمو موالدة ثلاثة والسبعين وجاني ألعما بعد سنة من أولادتي ومن يوم عمري خمس طاعش أو أوربع طاعش وأنا تعلمت الشعر إلى أن السيارات البدو اللي معامها كالحيل لواري يجوني يجيني واحد يقول لي عبدالله بك شوي قصيدة في شيارتي وقل قصيدة شيارتها اللي مدري واشلونها اللونها اللي مكينتها جديدة وكمرها جديد وهي فيها وفيها وأخذ علىها يعني أنا هكا الحين ورع أخذ علىها مبلغ من المال بعدها بديت في قصيدة في المرأ وفي الملوك منها قصيدة في فيصل يقول سلام المعنى ممتدي مثل الذهب يوم يعدي فيصل سيف ما يرد ضد قلوب المجرمين يبشر فيصل بلعانية سمح لها الله النية في كل صبح وعشية في كل وقت وحين هذه جابة مكتوبة وبكتب القلوم مصروبة وانخاجمي على العروبة لمجهد في فلسطين يرى يجي للشجاعة لا يجي فيه نزاعة القتل ما هم مراعة جاهدوا عدوان الدين شعب فيصل بنعايم حظهم طيب وقايم والله الجبار الدايم كسر عصى الباطلين الله يعز الإسلام لا يزل من النظام كل من صلى وصام لليهود مجاهزين يابي يجهز طائرات والمدافع والقوات تيجى ليهود جرفات من يسار ومن يمين سلامت وانت سالم وغانا ابو نايف انت عام الستة والتسعين انتقلت المكة نعم وقابلت الجبرتي وقابلت الجبرتي حدثنا عن الملعبة هذي الملعبة هذي كنا منعزمين في خلص في بواحي مكة منعزمين عند واحد اسمه جزاء الانصاري وكان عاج من روس المراكز وروس الدوار الحكومية وجيتنا والجبرتي قال تدرج يا لعتي بيشد حيلك يا قوي يا لحيل ترى السفرة طوي لا دونا ممساوي مكيالي وانا الليلة يا عبدالله بلجك في ملج الخيل على حضرة عرماني بلجك في الخال الخالي قلت على يا صاحب المكيالي خلك ظاهم في الكيل إلك خاص مني جوز من الريخ يصوي شري يا الغالي لك الله ما علي يا الجبرتي لو يطور الليل لي يا لزيتني والله لا لزك يا بعد حالي ما دا من هلز بلز تقابلنا في حفلة ثانية خلني غلق من الجبرتي وبعدين شلنا على الشعار الثاني نعم تقابلنا في حفلة ثانية قال يا ريسي لفوق ريش انشام خانبان عطبها الدارة لخالة وانشد عين بن سناني علم بالعلم كل ثم قصة لسانة اقطع لسانة ويعود للسانة الثاني قلت يا ريسي لفوق جمس سما قرأت بيبانه مرسلي اما الجبرتي شاعر السلماني علم بالعلم كله وانتبه الاخوانه واشتغل وضرب حامد في ظهر حامداني والقصيدة طوال من كذا هي قابلنا برضو في حفلة ثانية الحفلات كثرت عداك الحين كثرت الحفلات اللي تذكر هاته وفصل المكان والتر والله المكان ما اقدر افصل لك انه من بواحي مكة اللي الجموم اللي ما انتعداها مكة هالجموم الطايف في المنطقة هذي الجبرتي ما اروح غير هذي يعني ابعد من كذا طيب انت كيف كنت تدعى هاك الايام ادعى براع الحفلة يجيني في بيت وياخذني يجيك في البيت نعم وياخذني لاني اغلق الحفلة ويرجعني طيب واش يتحفظ من المحاورات مع الجبرتي غير اللي قلناها مع الجبرتي طال عبر تكابلتنا وياه مرة قال تحرك يا جبل وزحف وراء ولا حكمك على مثلي يشير يكون العلم ولا ما يكون تحرك يا جبل وزحف وراء طالع سياري معطرة كارا صغير اهناك الحي شباب صغير صغير اهماري صادما كبير ولا لبين صدام عيون تحرك يا جبل وزحف وراء قلتانا جايك من اهل ام القرى ودورة الليالي تستدير وبعلمك رقم التليفون تحرك يا جبل وزحف وراء وزحف وراء عملك في البلد باعو شارا يخلص في القليل وفي الكثير تشمعني وربعك يشمعون تحرك يا جبل وزحف وراء وزحف وراء قلتانا جايك من تحت الثراء مريرك حاشي هالشبع المرير تيجي وتروحي مكشور القرون تحرك يا جبل وزحف وراء أنا بقرع علي كلام ترى ترى الباكور برقبت البعير تعيني يومها لا تلمزون تحرك يا جبل وزحف وراء قلت زمان عاشي لقاطر غارا ما لا تلاجي تهب بسوع وصير وكل أجرب لقانا لدهون تحرك يا جبل وزحف وراء يقولون الرجال أهل الذراء ترى عبر غا عقباله دير وعز الراشي منعز المتون تحرك يا جبل وزحف وراء ومحاورة طول من ذلك طيب ابو نايفة أنت قابلت المشعودي المشعودي قابلته طويل العمر في حفلة بجي يحطنا حفلة في حوش هكذا الحين ما فيه قصورة فراح ولا شي ولي أن يبغاه وما يعرفين المشعودي ويبدع الصوات والعمعه يلعبه الصوات ويبدع الصوات والعمعه وبدعنا قلت سلام الله عليكم من هجوش انت بعيد المصباح أشيرها بشلك الماشي والعمل الشعودية يا عبد الله ولم كل قفل جابله مفتاح وصلنا المقفل حش والعمل الشعودية المهم أنه رحب بيتين ضيعتها البيت الثاني البيوتة اللي بعدها طال عمرك يقول أنا أنا يضع علي الفارش اللي يبلع الأرمح يجردها بغير الباشي والعمل الشعودية أنا 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 عارف ديوك العلاء اللي عرقان الداح ديواء الثوم والبشباشي والعمل الشعودية قلت يا رعش العلاء اللي خاربه وصلحي وصابك عقبا وشواشي والعمل الشعودية أنا ما حش بحش بالخصم لو أن حصا ترجح نديش كالش ودن الداشي والعمل الشعودية عودوا بدع قال يا صايم الدار ما بيجوز لك خبرة يوم ويوم كذا دايود شيدنا الله أكبر لماذا الجوم والكبرى قلت قلت علاك تدبيرا كانك معك دبرا يلي توعد لا تخذف فيما وعدنا اللي بجسمه ما رب تصرف لها لبرا حنان جاهد جنود اللي جاهدنا قال حلوة سوى ترسل ومر من صبرا وان كان تعرف طريق الحق والردنا ما شفت غبران يوم اننا بغبرا الله يسعدك يا شيخ ويسعدنا قلت الليلة همسى قرمكم ناشف حبره جيش العدو من بلدنا ما يشددنا والمشكلة واحد شبرك على شبره يا صاحب اللي تقربنا وتبعدنا سلم عليها وقال انت لكم استقبل باهر وان شاء الله انت قابل الجمعة الثانية من ويكرة الحفلات مغربين جمعة لجمعة جاءوا ناش يعزمونا وقال جمولي العماء وجاءونا اهل الحفلة وليا قبيلتنا عندهم حفلة وقالوا حنا مرسلنا المسعودي ومرسلنا اهل الحفلة قالوا والله حنا عندنا حفلة ولا نقدر نعطيه وبعدها ما عاد قابلك المسعودي ما عاد قابلت لكن المسعودي هم قابلتها انت في مكة ولا ولا في مكة والتاريخ ما تذكره لا والله لكن من قبل حوالي اربعمية لان قبل موته في شهر طيب ابرايف انت يعني كمبتدي حينها تقييمك الملاعبك مع الجبرتي والمسعودي والله الشعار يختلفون يا ابو فهد في الشعار طب عمرك يحبون الفكاهة وفي الشعار يحبون البيوت القوية القوية مرة يعني ما فيها لا فكاهة ولا شيء وفي الشعار يحبون النزول وعد كل الواحد يعني نعطيه سلوبه صحيح نعم طيب وراشد ورويشد وقبل المسعودي والله هضلك اللهم حفلة قلت له بيت وما حنا كنا في حفلة انا وصياف سوا وراشد ورويشد سوا وقول رويشد الانسرح بالثوب يضي ما عليه ثياب وراشد يدخل المسجد ويطلع ما يصلي به هذا حنا لنها رباعية بيت عندي وبيت عن صياف ذكرت بس البيت هذا نعم طيب ومطرق ثبيتي مطرق ثبيتي طال عمرك قابلته مرة قلت انا لياعك الحين فيها شلليات ويجيبون الشعار الكبار الله سامحهم يجيبون الناس من بره وحنا الشعار المبتدين الشعار عتابه المبتدين ما يقولونه شيء قلت انا ضايق على مطرق انا ضايق على مطرق واباك شفك اللي مصروره واباك شفك اللي مصروره واباين سرها الخافي ليشاف الطيما عهجابها الرابغ ومستوره وقال اعتيبها اللي غيرنا ما هم بعرفي حفظت البيت يقول تهجا يا لعتيبي لاني حتى تحفظ الصوره وبعدين اهني وديكال حرمت شعا وتطافي جاءنا في حفلة ثانية قال جيت شاري وجبتلكم علوم جديدة وفق على حب حبه من فوق راش الذيابي بعد بكرة نطلع صورة فالجريدة لاني يادرون بكل الرجال الغيابي قلت اعطينا من علومك يا عشا مفيدة وانت عديت بحاش بك قبر الحسابي ما يجع الله ويلا بح تشيله قعدة كلهم ينقلون الشي في صاف النصابي ومحورة طو من كده انت هم تقول مطلق يا جانا جاكم في الديرة جانا في الديرة طال عمرك ومشتور وهلام ولعبتنا معامنا ومرزوق ابن فاهد من الجماعة وخالي طماح عاد من ضمنها يعني احكى الحين كل واحد يجي ببيت ما فيه يعني الشاعر ما يجتمر الحالة وكل واحد يجي ببيت كل واحد يجي ببيت قال يا سلام الله على اللي كل عام نعتنيله نعتنيله يمنجده نعتنيله في تهامه عامل اول يوم كنا في الوطن مثل القبيلة شد عنا واحد ما اعرف فطاره من صيامه قال مرجوق ابن فاهد مرحبا بك يا ثبيتي والعميل اقبل عميله والسليم اصبح سليم وصبح يرجع بالسلامة قلت يا ثبيتي لا تعرض واحد عابر سبيله ثم ترمي كسهم العابر التسعين قامه وطولنا في الكلام هذا يا سلام طيب نسألك عن بعض الاسماء يبون عيفي شليويح شليويح جيته احنا انا طالع من الجامعة ولفي حفلة ويلعب وانا ابدع الجمهور شافوني وانا مبتدي هكا حين شافون الجمهور ابدع 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 قلت يا شلام الله شلام من مده للرجال اللي بعيدن وراء البيت الثاني ضيعته رحب والترحيب من بعد ماهب يعني ماهش يعني اهتمام قول عماله وان راشه يكده تخطب تاخذه بنت طويل شعر البنت معروف انها ماهبنت غيرها قلت لعا انا ودعو والله والله هكا الحين والله المفروض اني ماقولي كلام هذا لكنه يعني زع عني وانا شباب ومندفع وهكا الحين اليومور برضه يدفعونا جيادة قلت لعا ما شد حك فوق قلب خده جيت بس ترى وإلى الله ش ترى غلقنا خلنا في حول شتة بيوت شتة بيوت وغلق طيب انت وين قابلت انت؟ قابلت فالرياض يعني بحفل زواجي يعني نعم ايام الجامعة ايام الجامعة طيب قبل لا ندخل على الجامعة بس بنسألك اه قابلت خلف؟ خلف ابن هذان قابلت خدت معه بش قافه واحد بش ايه وش تذكر؟ ولاني بحافه والله وين قابلت انت؟ قابلت فالدوادي مين؟ فالدوادي نعم طيب وحمد هادي المسردين؟ حمد هادي طال عمرك جانا في الجامعة وكانوا يحطون نمعه تشاوروا وقالوا حطوهم مع العماء ولا مع الصوات لانهم كلهم سريعي ولا مع الزلامي طيب بس سألك عن دخل الله القعياني؟ دخل الله القعياني قابلتك كثير والله لكن الحفو يابو فهد ايه يخوننا مع دحفة كثير المحاورات مع دحفة الله والله اني حتى انا اشتغلت في التكتك حوالي ثلاثة شهور ولاش كلموني وقالوا عطرة اشتحفظ من المحاورات واشتحفظ ما غدا اجيب لهم باش مقاطنه لقطات كده طيب واحمد الناصر واحمد الناصر لعبت معه مرة وين؟ ايه وين لعبته؟ لعبنا في الزلفي الزلفي نعم هذا قريب يعني ما؟ قريب يمكن قبل خمسة عشر شناه وكده ايه لا قريب ابن جيها والله ما حفظت منها شيء يا ابو يا ابو فهد لكن الشعار كلهم مع الله ما احفظ له وبعظهم ها ما علي كلين بيجي في دوره لكن انت قابلت الملك خالد في نجد انا القصة طال عمرك اه تضحك انا خيم الملك خالد وفاهد وعبد الله وسلطان وكل ونايف كلهم خيموا في نجد وزالنا وحنا بدو وقلهم يجونهم البدو يتعشون عندهم ويتغدون يجيبوا لهم هدايا ذبايح ويجيبوا لهم وانا مشوون هاكا القصيدة طال عمرك ويجيني واحد من الجماعة قلت ابك توديني الملك اجيب الجصيدة والملوك اللي هم هيبة طال عمرك بعدها بعد الكلام هذا اللي نقولها باعلمك بها الحين بعدها رحت العبد الله ورحت السلطان وكلهم غنيت عندهم لكن المرة هذه اخذنا الرجال ووداني الملك ووداني ومه جيدة طال عمرك ولولدنا الساعة خمسة ولولول مرة كل ابوه مقوف والملك والجمهور يوم دخل طال عمرك انا شباب عمري يمكن خمسة وعشرين حواله يوم دخلت الفارشة اللي تقول عرقي ما غدا ينضخ وانا ما غدا جاي للهيث ورجلين مات جمع الفارشة وانا اجي اجي سلام عليكم السلام ومددي عليه خامس سنين ابجي ابجي ابقول عندي قصيدة طويل العمر يا والله ما ذام لها ما ضاعت علي قلت يا طويل العمر انا عندي قصيدة وضيعتها قال خلاص ابشرب 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 انا انت ضيعت القصيدة ضيعت القصيدة بعدها طبعا عمرك رحت العبد الله وكان ولي عهد ورحت السلطان ورحت النايف وكل ما غنيها جاي شلام عليكم بس المرة هذي هذي صابني زي ما تقول خاجل وكذا رهبة الملوك رهبة رهبة الملوك طيب وصياف الحربي انت الضار قابلته 1400 الصياف الحربي قابلته حفلات كثيرة لكن انا بجي منها مقاطع بش هالاول مقابلة قابلته مبطي قابل يمكن قابل من الثمانة والتشعي لشبعة والتشعي وها بحتى وربعمية قابلته قابله تقابلنا مرة في حفله وقال يا شلامي عليكم منه جوش ما حداها حوادي والليالي على المخلوق مدري ويش يدري جراحها شابر القوم تالى الليل مشرف راش حضن وينادي وها للدار مدري يوم تكتم صوتها وشبالها قلت مرحبا يا عملي عد ما تبدى النجوم البوادي عد ما بدى النجوم المستقلة لا بدت في شماها شابر القوم لازم شكتهم ما هو عنا الدار بغادي وها للدار تجزا كل راعي مدتم في جزاها قال بندق القوم ما ترمي ليا خربت راشا الجنادي والبيئة 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 والغزيرة من حرارة الشمس ما في قود ما قبلها يقول البيئة يا عملي قمت تومي بش وفالح دادي والله عني ضيئة البيئة ما قصرت الله هذيك الابي اي نعم انت اولا تقول قابلت شليوي احطى العملة الجامعة نعم انت شاركت في الجامعة انا شاركت في الجامعة الاخيرة الاخيرة اي نعم الظاهر 1400 وواحد 1400 حولها ايه 1400 وواحد اي نعم طيب حدثنا على المشاركة هذي والله يا ابو شاركتها حطوني مع الصوات وزي ما قلتلك انا معاد برا يعني بل حفظ معاد حطوني جا دوري مع الصوات ولعبت معه قاف واصبحنا طال عمرك وخذنا من الجامعة جاءنا ما بلغ من المال ورحنا الامير سلمان الله يحفظه هاكا الحين امير منطقة الرياض وعطونا مبلغ من 10 هلاف كلنا الشعار ايه اي الله الجامعة كم عطتكم الجامعة عطونا من 15 من 15 اي نعم طيب من تذكر معكم من الشعار اللي شاركه بس بس اللي معنا طال عمرك اذكره بطلق ومستور والصوات و و و شي شما وفهد المحيشير قحطاني ومفرح الضمني وش ليويح و وبن هذال مجموعة واجد طيب انتم جاتكم شركة تبا تسوي معكم عقود جاتنا شركة حنا فالقنادرية وقالوا انا بنشوي معكم عقود ونا بنعطيكم عشرة فالمية من المبلغ ونعطيكم اشرطة وسوهم عنا عقود ولا شفناها ولا ما شفناها وقعتوا انتم ولا ما وقعنا على العقود نعم ما تذكروا وش البنود اللي فيها وش مكتوبين فيها والله البنود اللي فيها والله اني ما اذكرها بالحيل لكن جاء الرئيس حقهم وقالوا حنانا بننا ناخذ محاوراتكم ونا بننا نتكفل بنشرها ونعطيكم على ما نكلم محاور الشريط ونعطيكم عشرة فالمية وقعنا على العقد والله اني ما ادري بنود العقد وش لي طيب ما دامنا في الجامعة طال عمرك وان شاركت فالجنادرية نعم شارك فالجنادرية اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين مهرجان المهرجان 1423 قصدك لا اقصد ثنين وعشرين سنة وثلاثة وعشرين سنة ثنين وعشرين وثلاثة وعشرين سنة نعم نعم لانه ابتداء عام 1405 شاركت فيها الى حد 28 أو 27 طيب النسخة الاولة شاركت فيها يعني اول مشاركة لك فالجنادرية متى النسخة الثانية نعم 1406 طيب لعبت مع من والله اني يا ابو مني ما ادري من لعبت معها لاني بكذب عليك لكن لعبت لعبت مع ما ادري مع من والله طيب ما دامنا بعد فالجنادرية خلنا ننتقل للمغترة المغترة انت ما شاركت فيها المغترة ما شاركت فيها المغترة فيه ناس في شللية فيه ناس ما يبغون يحضرنا ما يبغونك تحضر نعم طال عمرك انا اااي لمير فيصل بن خالد الله احفظه اعرف التمام المعرفة وقد حضر حفلة عند الشيابين وهو موجود فيها ولاعبت لدي جرقاح وقال ردوهم ثانى مرة وبغ brothض mered والرجال يعرفني ولكن الناس الشلاليات هذه ما الشعار طال عمرك بعضهم يروح رشمي وبعضهم يجي عند الباب ولي يجي عند الباب يدخل زميله ولا هذا ويعرضه على الامير والامير يوافق انا قد قال لي رجال عند الباب ما لك شغل انا اهرجي لك وادخيك قلت انا والله شاعر رشمي شاعر كبير ما نبراح نجي عند الباب ويروحون العسكر يطردوني من ويسار انا ما ابغاد اجي ألب دعوة رسمية معروف على كل حال جي ما ذكرتلك فيها ابونا يعني خلناكم واضحين يعني الشلالية اللي انت تقولها يعني هذه محسوسة ولا ملموسة يعني انت حسن فيه شلالية ولا انت وصلك شيء انا احس احسن فيه الشلالية والمجتمع كلهم يحسون حتى المواطنين العاديين يحسون ان فيه الشلالية لان الدعوة يجيب فلان وفلان يجيب فلان وفلان يجيب فلان وحنا مشكلتنا حنا يشعر العتبان حنا يشعر العتبان واجد و اللي حطونهم روسها لجنا يقولون انتم العتبان القبائل كلها من واحد من ثنين وانتم العتبان 12-15 كيف نجيبكم كلكم حتى موسم الرياض اه اه كلمتنا وقال لي واحد قال لي حق موسم الرياض وقال انتم العتبان واجد والشعر اللي من القبائل الباقي مغل من واحد ومن ثنين وحنا حطنا من العتبان سابعة فدي ثمانية وقالتي من الحلال حنا شعار معروفين وهذا انت يعني فيه احد ضدك من شعار العتبان ما فيه غدي باحد بيين ها لكن انا ادري ان فيه فيه حركات فيه حركات الله الله بيين ما فيه بيين ما عليه يعني طيب هذا فيصل الرياحي فالمغترة وفيصل يمكنه بعد انه سنين يكونها اه اصغر منك لا اصغر ايه فيصل لعبا فالمغترة لعبا فالمغترة لانهم يقولون شعار البقوم مغل واحد وجابوه مغل ثنين جابوه من جرشان بس وشعار جهانك ومغل السناني وشعار حرب قوم غراش ده سحيمي وشعار اه لا والعتبان شعاره ماجد طيب المغترة الفاربع مية وخمسة وستة وسبعة خلها ايه الا اللي جت في الخالدية هنا الفاربع مية وسبعة طيب اللي جت في الخالدية طال عمرك جمع جت في الخالدية جت في فندق مسر الا انتر كدهن في منشرة فندق مسر اهلا الرجال طال عمرك فيصل بن خالد يوم جاء الظهر كلم رجال من شعار العتبان وقال جيبوا عبدالله العمام خلوا لانجي العصرة ساعة خمسة وانا صحيح اني معزومه في الرياض لكنه ما هي ماشية ماشية سواء اني معزوم ولا ما نمعزوم خلوا لاجت الساعة خمسة قريب المغرب وقالوا والعمام عزوم وما حبرت يعني انت عندك خبر يعني عندي خبري ايه اي نعم بس هذا السبب الحين انت ولا هم يعني انت من وجهة نظرك لا السبب هم انا ما ما لو كلموني انا كنت معزوم صح لكن لو كلموني عرفت ان نيتهم انها طيبة وانها شليمة لكن لكن الرياجيل حطوها يعني هم عندهم خبر مسبق اني كنت في الرياض معزومين في الرياض ما ادري والله اه ما ادري عندهم خبر ولا لكن الرياجيل ما هم ما هم جايبين شواء انا معزوم ولا ما هم معزوم محاب جايبينك لا باذن الله ان شاء الله ان فيصل ابن خالد انه انه ياصل هاللقاء هذا ياصل ياصل ان شاء الله فياصل ابو الشعر وابو المغترة وابو العلوم الغان مك الله وفيصل يعرفني لو اني جيته ما ولا اجيته عنده ما يفكني الله يطول فعله ايه لكن طيب ابو نايف في حفل اقاموها ذيبه في الكويت ومع ذلك انت ما حضرت نعم هذا مهرجان قموه قبل تذيبه وقالوا لهم شعر العتبان اللي ما ابغى شميهم اثنين موجودين قالوا لنجبت شعر الذيبه اثنين لنجبت ابن طمحي جعل عبدالله العمى ونجبت عبدالله العمى جعل بن طمحي لكن جيبوه جهيم هم يعني يخذوها من باب سدد وقارب الله اعلم الله اعلم الله اعلم بالنيات طيب هذا الظاهر والخافية الله اعلم به طيب ابو نايف النبي اجابة واضحة وصريحة يعني النزول وشد وعي له انا طال عمرك معروف عني حاجتين انا عبدالله ما يعرف المجاملة وان عبدالله صاحب نزول ايه وما واحده مقرها المجاملة لان الشعر اللي يلعب المجاملة ما يعيش وانا بداياتي ما لعبت بمجاملة تعربت للشعر الكبار وقمت وطحت ولا ومسحه بالبلاط على ما يقول لان نجحت وانا اقول ان الشعر اللي يلعب بالمجاملة يبغاك الجاملة سواء انك ولا دعمه ولا قريبه ولا صاحبه هذا ما ينجح اما بالنسبة للنزول لا ماني مقره لكننا رجال ان طال عمرك يحطون في الحر شعار ينزلون وحنى في البدايات في بداية شبابنا نندفع ويدفعنا الجمهور ويسو سو وسو واخصب وحنى الامور اللي تخصها اللي تجي القبيلة لازم ندافع عن القبيلة والمرأة الشعر شخصيا انبغا يتركها وانبغا يرد فيها لكن اللي تصل القبيلة لازم انك تدافع دون القبيلة اتشاعر قبيلة والسان قبيلة ولازم تدافع دونهم فانا اطال عمرك اعطي كل شاعر على اسلوبه ان جاني شاعر فكاهة العمع فكاهة وان جاني شاعر بيوت قوية ارد على فنهلها وان جاني شاعر بنزول انزل معه وانا ادل انها سقطة ولكن جبرنا عليها نجبر عليها نجبر عليها نعم طيب ابن عيف فالبدايات كنتم تختارون النزول انتم ما كنا اقول لك ابو فاد حسب الشاعر اللي قابلكم حتى فالبدايات حسب الشاعر اللي قابلكم منول الاسلوب الاسلوب الشعر منول معانيهم مغارف الدينة وحرب صواخنا وطبخنا ودبحنا ضربناكم كذا ليش شويت كذا ويقول البلا منك انت شويت كذا وانت اللي شويت الحاجة وانت اللي شوي وانت اللي منك وانت شاش يعني اللي خربت الدنيا وانت كذا يعني المعاني اللي تقول النقاطها بعيدة يعني تقصد مواضيع سياسية واجتماعية المواضيع مواضيع ما اقول لك الشياسية لا مواضيع في كل محل في كل التجار اي انت ما انت بس سياسي ما انا بغى الشياسية كلها منها طيب ابنائفة انت اولا تقول النزول ايه حياة عبدالله العين صار بينك وبينك انا وش اقول لك اقول انا طال عمرك وكذلك المنقرة انا طال اه انا وش اقول لك طال عمرك انا اقول حطوا اني في مياه الشعار في انحور الشعار اللي الله يرحمه اللي مات منهم الله يرحمه اللي حي ياللي ينزلون بل حي ويبغوا اني انزل الى حد اننا انعزمنا في مهرجانات في قطر وجابوا معي المنقرة وقالوا ما نبا ما نبا معاني ما نبا معاني ولا انا بقوتني جزلة ما نبا الا انتوا اياه المنقرة يعني من كفك يلا كلنا عيبا يجي هذا اللي يقولون الجمهور ولا المنظمين الجمهور طيب طاعتوهم انتم ولا طاوعناهم يا سلام طاوعناهم ونا وبنعصى علىهم طيب قافنا نطاوعهم وقافنا نعصى علىهم طيب انتمو جبروا طاوعهم يا ابو نايف ولا الله يتعرف يا ابو اه ان الجمهور منوي كانوا والجمهور يشجعون نتشجيع ما ما انا طال عمرك ما قمت ب ما نجحت ما نجحت اللي بجي هدي الشخصي صحيح ما حتى الصحافة وشعار القبيلة محاربيننا الكبار الله يرحم اللي مات والحي الله يشتر على ومحاربيننا والله ما قمنا الا بجهدنا الشخصي والجمهور الجمهور صار صار يتابعني في مكان في مكان حتى لو انه رح خمسين كيلو ستين كيلو صحراء الجمهور يتابعني يعني ابو نايف انت تقول ان ما لحد عليك فضل لا والله ما لحد عليك فضل الا الله سبحانه سبحانه طيب ابو نايف بس سألك سؤال هل اعتذرت لا تلعب مع شاعر ايه اعتذرت عن شاعر واحد لعبت معه ولا ناسه بني سلوبه واعتذرت للعب معه عبدالله سوار الدهب ليه الرجال شاعر ما قدر اظلمه ولكن ما سلوبه ما يوافق سلوبي وتفصل لنا شوي السلوب يعني الرجال يعني الرجال ينزل اونا وبيجيبها حتى ما تدري وش ما تدري وش ما مقصدها اونا وبيجيبها بتقول ان فيها فلسفة اونا وبيانزل نزول ما هذا اونا و ال ما ناسبني هو الشاعر الوحيد اللي اعتذرت عنه اعتذرت عنه عبدالله الميزاني نعم لو انت تقول انه جابها وانت ما فهمت مقصد يعني هل تطلب انت يعني في البيت الثاني في البيت الثالث يعني انه يوضح المعنى ما هو ما يمشي معك على 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 الاسلوب اللي انت بغاه ولا يمشي معك على هو يتصر يعني يتحدث من كيفه من كيفه اي نعم ما يعطيك مجال انك تتفاهم معه ولا تتت ولا المطران الباقية لعبت معهم مع فواز مع اه تركي مع زيد مع ادخل الله القعياني مع فحاني القعياني مع اه واجد شعر المطران كله ومع عبداله العيد الله يرحمه ومع كله صحيح طيب ابن ايف حتى ملاعبك انت فيصل الرياحي فيها نوع من السخونة وانا احب انت فيصل الرياحي فيها نوع من السخونة وانا احب اني العمع فيصل الرياحي طال عمرك هو يتحاشاني ما ابيه العمعي وانا احب ان العمع ليش لانه يجي بيك بيت قوي حتى لو فيه نزول ولا شي بيت قوي ترد عليه مرة في حفلة من الحفلات يقول المعذرة هي قبلة روق يا بارقة من يوم صار الشبث فوق الجبال يا رقى رح يا عمياني هذه حزة الفارقة يا لاحي يا ملاحي يا لاحي يا لحاني هذا سفل وفي نفس الخزة وفي نفس الوقت تحطيم يبغاني انسحب يبغاني عشان انسحب قلت شبهتني بالشبث وانتك ماذرة والناس تطهف الشعامية مرة تطهف ارضى الشهل ولا مع الحرة يا لاحي يا ملاحي يا لاحي يا لحاني في حفلة ثانية قلت مرحبا عندي ربع فعل مخبور عزمهم ما يلين ونارهم حيا كل واحد من الشعار جاه الدور حاني دور معك يا فيصر العيا قرى البقاء والمعاني البيت الو جابه زيل لكن البيت الثاني البقاء والمعاني شر مصرور خلا عملت جينا هو مخفية العمى ما يقدم فوض الطابور وقف وقفت ما هي ضرورية قلت العمى اللي يضحت فوقك الجمهور ما يشلم يدينا للحرامية علتك ما يعالج هامي الدكتور لو يعقد لها جلسة خصوصية قلت له مونع انتر في قرون الثور ثور جابه ذيابي من ذيابي قلت انت هالبقرة اللي ديشة معصور بقرة ابن الرياحي والرياحية وطول من انحار وطول من كده ابو نايف بنسمى الكلمة العمى وعميان دائما تطرقوا لهالشعار معك دائما تطلقوا لهالشعار معا ما تثر علي بايشي انا اقول لهم بعد انا اقول بعض المرات اقول جاك العمى لجبك العمى شوابك العمى يعني انت ما عندك لا بدان ما عندي فيها حششية مرة مرة ارد عليها وقول انت اشك العمى اما اما يلي 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 اما لجب كالعمى ولا ورب كالعمى ولا كده طيب بالنسبة لمحمد بن طمحي انتوا اياه يعني تقابلونه بشكل دائم وتجمعكم واستراحة وحده نعم لكن لا منكم تقابلتوا فالملعبة نعم بالنسبة لمحمد بن طمحي والادخالي للمعلومية وسراحتنا واحدة ومحلنا واحده وبيوتنا واحده لكن الياه من اجتمعنا عند القبيلة وما فيه شاعر ثاني من خارج القبيلة ما كننا حد يعرف احد مرة مرة اعطي انت اللي فيك وانت اللي شويت كذا وانت اللي خرمت الدنيا وانت اللي وانت وانت وقل انت البله منك وانت اللي شويت كذا والمهم صلخ مضبوط وهذا من الباب احياء الملعبة والإحياء الملعبة. وآخرة الليل في الاشتراع. بره آخر الليل في السيارة واحدة. أبا اقول لك حاجة ما ما كالتني عنها. لكن انا بأ. انا. اتكلم ولا? انا اتكلم. انا طال عمرك. اه ما الفضل علي غير الله. بالنسبة للتعليم. انا علمت لي رياجيل. وتعل وصاره شعار. انا علمت حمود البقيمين. حمود? نعم. جاء في الجنف الجنادرية. واللي الجنادرية ما يعرفونه. وجوني وقالوا كل الشعار عايوا يلعبوا معه. جوني قالوا واش رايكت العم حمود? قل قلت الله الله. وبداعتهم. ماذا البيت الثاني يقول فيه فالحفل شاعر جديد? قالوا اللجنة العم معه. ولعبنا معه توفق. وصار تعلم وصار شاعر. يستاع. من كبار الشعراء. ما تدري عام كم يا ابو ناف? لا والله ما ادريك ايه. لا والله ما ادري بالضبط. وعلمت بن عتقام. هو صغير يعني. هو صغير صغير بدوي. ما حتى يعرف شي. ايه. وعلمت بن عتقام. بن عتقام كان ما اعرف شي. وديتها الطايف. وديتها اه اتابة الشعاء. حفلات اعتابة. وعندها لفا العطيف. وعندها لفا الليين تعلم. وقال اخوة الله يذكره بالخير. ايه. اخذ معه مقابله. احد اخذ معه مقابله. قال اه الفضل لله الثملة فلان. يقوله بن عتقام. الله الله. ايه. هذا الشعار اللينا علمتم يعني اه كلاما اكيد. اما بقي الشعار العبو معي وبعضهم ينجح. والجلاوي. الجلاوي برضه زهمته. انا ليش فيش شاعر مبتدي. في اعتابة ولا في خارج اعتابة ويقابلني في حذلة ازهمة. والعم عقاف. وبعضهم ينجح. والعم عب ثاني مرة وثالث مرة وبعضهم بالعبان ينجح. الجلاوي نجح معك. نعم نجح لعم. ايه من غير حمود وبن عتقان. هذا اللي انا انا علمتم. حمود وبن عتقان والجلاوي. سلطان. سلطان. طيب ابن اثناء مسيرتك الشعرية هل تعرضت بعض المواقف? نعم. تذكر شيء منها. تعربت مواقف كثيرة. تعربت ان مرة اخذني رجال في حفلة في عفيف. وعفيف هكا الحين يروح لها الشعار بثلاث ثلاث بحولها. ويوم خلصت من الحفلة اعطاني الف ريال. واليوم ما عاد ا اقدر اتكلم. ورجعني البيتي. المرة الثانية جيت لي عند رجال عاجبني بلفين. ويوم ولد عمي لي قال لا تعطيه غير الف والف ما لا تعطيه اهلا. ولا عليك منه. المهم يمخلصنا من الحفلة. عطاني الالف. يا ابنة انا معجوب بلفين. قال الله ما عندي غير الفين. وبعد ثلاثين سنة. ويتصل عليه الرجال. قال انا فلان ابن فلان. وانا ما الله وفق اخوي ولد عمي فلان. قال لي لا تعطيه غير كذا. وسمعت كلامك. كلامه. وهالحين اللي لدي الف ريال. تبني احوله ولا عطني رقم حسابك. تبت سامحني. وسامح تقلت لا والله تراكم سامح. ومات بعدها بستة شهور. ايه. والله يرحم ويسامح. هذي من المواقفة اللي. مواقف ثاني يطال عمرك. انا عزمت اه قاصر. حنا للمانة. ما انضبطت امورنا. ما انضبطت اللي جاء مكتبي يصير. لا للمانة. ياخذ اه فلوسنا وعنده ويتكلم. كنقول الفلوس فلوسك عنها عندي. في درجي واروح له. الا فيه قبيلة. قبيلة تلقثمها من اه من اعتابة. في اه الطائف. اروح لهم بدون اه كلام وبدون شي. الرياجي الى اه في واحد اسمه مطر ريق ثامي. متعه دلي الحفلة اللي اروح لها. ايقى ايقى فلوس سمعه. ولا اطلب عليهم لا شي ولا طلبات ولا شي. من ومن المواقفة اللي تقولها. مرة جاني الرياجيل وعزموني. مقطة. وجاني يقثمه وعزموني. ويقثمها صحابي. ولها حقة اه 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 فيها زيادة شو. المهم يوم جاء يوم الخميس. الرياجي المداومين اثار مداومين فالقاعد هالجووية اثنين. واحد منها الحفلة هذه واحد منها الحفلة الثانية. قال اه اه القثامي حنا عندنا لعبة. قال انقاطي حنا عندنا العمة في عشارة. المهم. علموهم. ولا لديت وانا. ولا والدي في المستشفى منومة. ولا لديت وانا في العطيف غير جاييني. اهل الحفلة اللي في عشارة. العصر. سلام عليكم السلام واللي انا ما ادري كيف يسويبهم. سلام عليكم السلام. قال غبشانة. قلت وان امشي. قال انا بروح لحفلتنا. حفلة الرجيل اللي عاجبين اه انقطة. قلت انا اما في المستشفى والدتي في المستشفى. ولا اقدر العب وبجاورها. قالوا ولا عندنا اقسمة فالحوية. اه. قلت لا والله عندنا اقسمة فالحوية. قالوا ها دبرنا شاعر ولا اه 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 ما انا فكك. ودبرت لهم شاعر. ونجحت فيها. نجحت فيها وصار فيها النيهة قشرة بعد. لا بش اللي بش تاخذي بالفين. ويطيه على المركاء وبتعشى وبالعب وباخذه. ونتعشى ونلعب. ونمشي. ولا ذكرت غير بعد وصلت العطية. قلت هذه اني هالجشرة طلعت. علشان الزيادة هذه. علشان الزيادة هذه. المواقف. مرة انعجبت لي في عزيمة. وجيت عندهم. ويوم جيت عند الرياجيل. بعد العشاء. تشاوروا والرياجيل. قالوا الرجال ما علموه. ما علموه انه ما معزوم عندكم. ولا علموه. خليه. ولا خلوه. يلعب وياخذ مكافاتي. قالوا لا والله ما احنا معلمين. لنبا احنا ندور الشاعر. نبا يلعب وياخذ مكافاتي. لعبنا طال عمرك عندهم لين غلقنا. زيل ومحاورة وهالساعة ثلاثين نصف. طالع معي حفلة وعطاني مكافاتي. يوم جيت عند البيت وليامي يقولوا لا سيدي اتصل. يقول الحرامي. اخذين زيادة. ولا اصبح الصباح اللي اتصل. قلت والله يا ابن حلال. حنا انا لا عندي جدول. وراحت للقصرة حسبت للقصرة اللي معزوبة فيه. ولعبت فيه واخذت مكافاتي. ورا جاني زيادة ولا دريت عنا. راحت. من المواقفة الطريفة بعد. حضرت لي في حفلة يوم تعشانا حنا على العشاء. قال تكفي يا عبد الله واش رايك. الشاعر اللي عزمت دوب مشا من مكة. قلت جم نع الشاعر اللي عندك كلهم المتعلمين. خلهم ابلع منعهم لين ايجي الشاعر. ويجم معهم وقعد كل واحد يجي ببيت. وكل واحد يجي ببيت. وانا اجاهدهم كلهم. لان جه الشاعر. طيب ابن ايفة هل فيها بعض الشعار تعرض والمواقفة. اثناء يعني وجودك انت في حفل. اي نعم مرة حضرنا في حفلة انا ابن عتقان وتركي. ما منعنا. لكنه اهل الحفلة واحد منهم جاي بالله واحد قال يلعب. وقاله الثاني اهل الحفلة قاله ما يلعب. واحد من هالحفلة يقول يلعب وواحد يقول ما يلعب. وجاء فيها مشكلة يلعب فيها مضار ما يلعب. ايه. نعم. لعب ولا مالعب. لا ما ما ندري عنه. طشت الحفلة. طيب ابن ايفة انت تقول الليل هالملعب شعارها ستة. اي نعم. هذي شو مناسبتها? هذي اه كان اجيت في حفله يقول يلعب شعارها ستة. وليه والله ماهم بل ابغاهم. كل الستة. قلت الليلة هالملعب شعارها ستة. لكن ما عندهم للشعر شتة. احكا يتها المصر نورت والحتة. يا لحي املحي يا لحي يا لحاني. نعم. يا سلام. اه اللقناه على اليوتيوب. نعم هي قناة الشاعر عبدالله ذيابي. فيها الشيرة الذاتية. وفيها تكريم القبيلة الشوالي تكريم الف وثلاثمية الف واربعمية وسبعة وثلاثين. وفيها اه محاورات يمكن خمسين فالمية اربعين فالمية. وفيها قصاية نظم. وفيها يعني حاجات كثيرة. اللي يقوم عليها من هو? القناة ذا الحين ما يقوم عليها احد. بس تكتب تقول قناة الشاعر عبدالله ذيابي تجيك. تطب اللي تبغى. طيب من ضمن المهرجانات بعد اذكره اش انك شاركت في مهرجان الزلفي. المهرجانات طال عمرك شاركت في مهرجان الزلفي. شاركت في مهرجان امزاحمية. شاركت في مهرجان بقعة ورعة حق تحايل. شاركت في مهرجان في تبوك. شاركت في مهرجان في ينبع. شاركت في في مهرجان في قطر. بعدها شاركت في خمس حفلات في قطر. منها مهرجانات رسمية ومنها حفلات عايدية. نبنجي اللي في قطر والامارات بنجيها. طيب. المهرجنات الداخلية هذه. هذه الداخلية اللي قلتيك. ايه. نعم. هذه حكومية. هذه حكومية. حكومية. نعم. والدعوة رسمية وعليها مبالغ. رسمية وعليها مبالغ وعليها كل شيء. اللي فزل في لعبت مع منوية. اللي معزل في جانا فيها مجموعة نواجد والله اني ما ما ادري ابو. كان احمد حي الناصر. احمد حي. ايه. اللي جاكم. ايه. لعبت معه. لعبت معه. واجانا ناس واجد بس والله اني ما يحضرني يعني بدقة يعني. لكن يجينا شعار. طيب. خلنا في الحفل اللي في الإمارات. شخصي. شخصي. نعم. من كان معك؟. والله كان معي بمشيط. وكان معي بمشيط. طلعا حضرني بمشيط. والله مدري من معي منه. قديم ولا؟ لا قديم. قديم. كلها قديم. كل الكلام هذا قديم. عام كم تقريبا. والله قديم. يمكن من العشرين وحول. العشرين. حول. لا العشرين قريب. وقريب. لا والله بعيد. طيب. واللي في قطر؟ هاللي في قطر لا. اللي في قطر مهرجانات عند الخيارين وعزمون شعار الماجد. عزمون هنا. والقرقاح. والهاجري. وتركي. وزيد. والمنقرة. وابن زهرة. هضرها أما بالنسبة لي أنا الشعار الباقيين بعضهم تالي ما عاد ما عزمون ولا يجي. لكن بالنسبة لي أنا عزموني طال عمرك يمكن خمس حفلات ست حفلات عندهم عند المهر عند عند الخيارين عند الخيارين ومشي عليهم بالخير والله يذكرهم بالخير وعلومهم طيبة حفلاتهم طيبة وكانوا هاكا الحين يعطونا ما بلغن ما توقع ما حد يتوقع ومن ضمنها طال عمرك القهوة أنا جار علي مواقف في القهوة أنا من يوم أني كنت ورع وأنا مع أبوي ومع الرابع عشر بقهوة وصار الياج الصبح يجيني لها خرمة ولاج العصر يجيني لها خرمة مرت من المرات أبقى فصل لك حق مرت من المرات الساعة أربعة طال عمرك وحنا راح أنا أخوي لي راح إلي لي مراتي ولي والله يوم جاني أصداع حقها قلت الخوي يدور وانا يكتب قال نحد ولا إليه جاني راح إليه جاني قال لقيت لي واحد إلي مراتي وحربته معه ومع التلاجة قهوة وعلمت قلت فيه أخوي شاعر وقال جيبه وأنا أجي الرجال والله والله ظاهر أنه ما يعرف الشعير قال أنت عندك قصايد قلتيه ولي أني أنا بجيب قصيد واجد ما وفنجال وفنجالين وثلاثة هذي ما تسوي فيه شي وبيجيب قصايد واجد وأنا وقعد يصب لي وأنا قعد أجيب للقصيد لأن شربت حوالي عشرين فنجال وأنا إليه والله عود علي رأسي عود رأى عني صداع أفكح أنا مر أنا مر هالثاني طال عمرك وأنا في في جد في جد وطار جدة ولي أنا رحلة للرياب قالوا الرحلة من أولا ساعة أربعة قالوا الرحلة تجلت لساعة ثمانية ولي يوم جاني البلح حق القهوة وأنا في ريح القهوة يعرضني إناصيني ولي فيها الباكستاني قال صديقي تجيب لي قهوة وأعطيك خمسين ريال قال يوه ورغوا عني وأحشب أنه أرمان وليا لديت غير جايب لي الكوب وجايب لي الكمر وأعطيها الخمسين مرة عندي خيارين كنا نجي في الثندق وكنا نجي مصري يصب له يصب له في الثندق بذاك الاشتقبال خمسة فنجي ستة قالوا يصب له يصب له ثالث قالوا قلت قلت ون 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 وحدي وحدي حوالي عشرة فنجي كلها ون هذه مع القهوة. مرت من المرات طال عمرك. جينانا عند ناس ما جيناها مغرم على الفجر. يوم صلانا وليان ابي القهوة ولا ادري. قلت منش تريء. افضيوف. قالوا واحدة الله يحييكم. اقلطوا. انا الفراش الحوش. وناقلط. وليان انا ما بغير القهوة. ايجينا ابي القهوة انت القهوة. هذي بالنسبة يعني اه سيرتي مع القهوة. طيب ابن ايه من القهوة بنعود للمحاورة. عش محاورة. مرت على عبدالله الثيابي. والله ابو يمر معي محاورات شرشة. ما شوان مع العار. العشرس المحاورات اللي يقاها. مع العار. ومع المنقرة. ومع الرياحي. وبروه كان كنت لعب مع العلاوة. واخر اه اه سنة نخيرة. تشاءتنا خازي تنوية. وامتنعت ملاعبه. كل ما جاني عجيمة قرروا مع العلاوة. وقلت لا. فالخير العلاوة تعدل. وصار احسن واحد. وصرتها الحين العمنعه. ودورة اللي الحفلة اللي يجي فيها. ايه. هذا هو. طيب وش يتحافظه من من الملعب هاللي تخازيته فيها. والله اني محظو. ها. والله يبو فهد هذا المشكلة الشعراء ما عاد ما عاد احفظ شيء. ولا يعني ما عندك مانع تقولها. لا والله ما عندي مانع. لابدان ما عندي تحفظ مرة. لكن لكن المشكلة فالذاكرة. فالذاكرة. ايه ما عاد اتحافظ كثير. ها. طيب بس عشان ما ننسى طال عمرك الكويت. الكويت حضرت فيه. فيه واحد اسمه. فيه نوافة العازمي. الله يرحمه. ولعبت واحد اسمه مساعد بالجبران. صحيح. ومره حضرنا طال عمرك عند عند رجالهم في الكويت الشهلي. اسمه. اسمه عبدالله بمني. لا تشهلي. حضرنا عنده هنا. وخذنا عنده الالتين. انا. ومحمد بن طمحي. وبنا عتقان. ومعنا رأي جيت. خذنا عنده الالتين. هادي بنش بالي الكويت. ايه. مرة ثالية حضرت انا وشفرت غيربي. وحضر معنا اه طلق ابن جاروت العاجمي. وحضر معنا اه شعارة منهم. هذي بالنسبة لي الكويت. عيد بن مربح قابلتها انت ولا? لا لعبت مع فوزي. عيد ما لعبت معه. فوزي اخوه لعبت معه. ايه. طيب وش يتحفظ من ملعبك مع نواف. ما احفظ شي برة. لا تشدري عن حفظ برة. والله ما احفظ منها ولا شي. الشعار اللي لعبت معهم قال اللقطات اللي يتكبهو ولا. ايه. ولا يعني شي نذكر خفيف. طيب اه حسبي الله على اللي ينقلونا كلام. نعم. هذا كنت موجود في حفلة انا وانا وحبيب العاجمي. وقام وقال يا الذيابي على امك ما ترد الشلام. انت ما تقول ولا ضاربك كبريا. حشب يلا على اللي ينقلونا الكلام. ما ادريش يقوله. الابريا. الابريا. عان حتى بيوتنا ضيعتها. لكننا اه الحفلات اللي تجي مع حبيب. حبيب اللعبي معه يعني ماها بكثير. ماها بكثرة بالحيل. لكن الحفلات اللي لعبها معه ناجحة. ناجحة. ناجحة نعم. طيب البيت هذي يعني خلفه كواليس يعني. في احد ناقلم بينكم كلام شي. يمكن. ها. يمكن في احد ينقل كلام. ها. يمكن. ولا قال هالرجال كذا يعني يبيت عين. ولا. اه. الله اعلم. ولا جايك كلام ما نقول له. صحيح. الله اعلم. طيب وبنايف انت في المعاني وشو تفضل المعاني اللي تلعب مع الشاعر. والله افضل افضل المعاني اللي 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 ججلة. يعني معنا تحطه و و و و و و يشتغلون عليه. مثلا نشتغلنا على معاني. مثلا اه اه يعني اه اي معنى اي حدث يجي يجي حدث يجي حاجة زي ما تقول يعني مشكلة او ضربة او كذا او حاجة او يعني ونحط من الحدث معنا. وتجيبونها مغلفة. ونجيبها مغلفة. نقول صار كذا ويقول صار كذا. ونقول البلاء ما صار كذا. اه. الى حد يعني في حاجات ما اقدر افصح لك عنها. ما 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 تجيب شي يعني فاضي ولا نجيب شي فاضي. ما لازم على على نقطة نمشع ندور حولها. طيب. نعم. حنطال عمرك نبك تحدثنا عن وضع الملعب هالحالي. من نظرتك كشعر. والله. اه. وضع الملعب هالحالي شي. سيء. وانا اقول انها في غرفة الانعاش. بعد. نعم. يا الله الخير عليه. ولا ما لا لا ما فيه. ما فيه. ما فيه. ما فيه حفلات. والحفلات اللي جاءت حفلة. وعليها اثنين ولا ناشم معينين. والمادة ضعيفة. امش كنا حنن روح. ومنطقة من المناطق كنت اروح لها بعشرة. امش كلمني واحد يقول انا عطيت لي ثلاثة شعار شميهم لي من ثلاث ثلاث. وابغاك بثلاث ثلاث. والمسافة خمش مئة كيلو. قلت لا والله ما نبيجايك. وزملاك اخذوا على ثلاثة. وقال جملاك اخذوا على ثلاثة. قلت انا والله ما ما تخارجين ولا نبيجايك. اي. هادم. طيب. انت يعني يعني تقول وضع الملعب يعني سيء بسبب المادة فقط ولا? لا شيء من من كل شيء. من النواحي كلها. والشعراء. بسبب المادة. وبسبب الشعراء انهم سووا تكتلات. وبعضهم يروح انا عندي خبر ان بعضهم يروح لالحافلة. بلاش. 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 بس يبقى علشان يقولوني فلان يلعب. ايه. احنا الله ما بلاش ما احنا برايحين. ولا اش اللي مهب للقبيلة. ولا الرجال يعرفك وبينك وبين الصداقة. ولا الرجال بينك وبينه ما عرفها. ما احنا برايحين بلاش. طيب التكتلات اللي تقول هذا يعني. انا ما انا في رجال طب عمرك كان عنده مكتب. وكن وكنت من المقدمين عنده. اللي هو امشي على بالخير عواب الشايب. كان عنده مكتب مكتب النجاح. الطايف. ايه. وكنتنا من المقدمين عنده. هذا بالنشوة له. اما المكاتب الباقية. اه حفلاتي تيجيني عن طريق جوالي. وانا تعاملت مع المكاتب كلها. وحمد الله. يعني ما بينه بينهم اي شي. مكتب الركن كان بهذا. ومكتب اه بالخليل الخنفري. ومكتب الصير. ومكتب اه مجدل الدعجاني. ومكتب كل المكاتب تعاملت معها. وحمد الله ما. طيب. اه هذا بالنسبة للمادة وبالنسبة للتكتلات. نعم. يعني الشعر المادة المقدمة في الشعر. الشعر نفسه. هل انت راضي عنه يعني. انا مقصد المادة الفلوس. الا الشعر نفسه. الشعر ما تقدر فيه فيه غط وفيه الشمين. اه. وبعدين من اول اللي يجي ترى الحفلة. كانوا الشعار فيها معجومين ثلاثة اربعة. ما احد يقدر يدخل. وهالحيل اللي يجي في الحفلة. اه الشعر اللي مع الثلاثة الاربع هالمعروفين اللي معهم ستة سابعة متعلمين. وكل واحد ينقز عند المكروفون. وانا حتى اني شويت الحفلات العيالي. وشويت حفلات للتكريم حقي. اني عجمت شعار معروفين. اني جاني كثرهم دبل غير معروفين. واحرجوني. اللي يقول انا عندي قصيدة. واللي يقول انا بلعب. قلت يا من حالة انا نفسي ماني بلاعب. وانتم اللي يلقى فرصة يلعب واللي ما يلقى اذنونا. زحمة وناس زحمة. وهذا الكلام. طيب ابو. هذا يقودنا السؤال طال عمرك. نعم. لو عندك الان حفلة. من بتدعيلها من الشعار? اه بدعيلها ثلاثة رياجين من عروفين. يعني اثنين ولا ثلاثة. سمم. لا ما اقدر اشمي. مرة. لا. لك اننا بدعيلها رياجين من عروفين. لك ان المشكلة لدعيت رياجين من عروفين. يدقون عليك المتعلمين هضلا. ويقول له ما عزمتني. هي. يبقى تقول له اوه يحييك. وليا ما تقدر ما تقدر تقول واش تقول. واش تقول. يعني انا قد دكلت فيها مقلب اكتر من ثلاث مرات. شويت حفلات العيالي. وشويت تكريم. وشويت حفلات لي عروس. وكلها ما توفقت. من كثرة اه اللي يجوم فيها من برة. هل في سؤال ما سعناك عنه. في شي في خاطرك تتقوله. والله سلامتك والله اني مع. اجل خلنا ان انت قل للنظم. النظم طال عمرك. يقول المبتدى بسم الله الرحمن. كلمة تقاماه وبقول لسان. ونطلبنا الرب الكريم المعتلي. ونرجيه بالتوفيق والغفران. يا المستمع عندنا صيحة نافعة. من اقتدي بشروطها ربحان. الاولى قم بركون الخمسة. يجب تقوم بخمس ترى اركان. كلمة شهدت لا اله الا الله. وحج الحرم وصهم برمضان. خمسة الفروضة المستقيمة صلها. وان كان ما قومت هذه بلوفة. ما يبتني قصرهم بلا سيسان. والثاني لاجب خويك تكرمه. حتى ولو انه من العدوان. والثاثة لانجاك ضيفك حيبة. قم له بشرعة لاتيجي تعبان. والرابعة جارك تقوم بواجبة. ترى النبي يوصى على الجيران. والخامسة لانجا ضعيفين اشحد. اليه وقف اشحد على البيبان. عطلت ترى الحشرات كافة الشيئة. وتوزي النهر الحشر بالميزان. والسابعة وياك نفسك والهوة. يلعب دليل يلعب كالشيطان. والثامنة حذرة تصيل منافك. والدولة اللي هي فرق الصدقان. والتاسعة لانجيت وسط المجلس. فصمت ترى كثرة الحكينك صان. والعاشرة وياك بغض قرابك. هم التجاك الحد كالزمان. وحادي عشر ولدك لا تهمل بهم. طعوا لدينك وترك العصيان. ثاني عشر لنجاك همانة مودعة. حافظ عليها لا تجي خوان. اما انتم من هالجبال تعوذت. من شي لها واشتارها الانسان. وانشفت بين اثنين جاي من مشكل. حله بصلح وخاطر النشطان. ولي عطيت المد خلك ناشي. واصحى المدك لا تجي منان. باقي الفوايد عدها ما ينحصى. يكثر عددها ما لها حدان. ولي يجي فك الدار عنها في انتجح. اوصيك لا تصبر على الحقران. تلقى بدأ للدار دار غيرها. وتلقى بدأ شكانها شكان. تم توصلوا للنبي محمد. ما غرد القمر على الاغصان. صحيح شارك ابونا. وهذه قصيدة الثانية الفية قلتها عام 1393. يوم جاء الحرب بين العرب واسرائيل. وبغوا ينتصرون العرب والله هراد. ما انتصروا. يقول الالف هو اللي فيه من الصدر كلمات. فكيت بيبانى الضمير المغلقات. والبا بديت بلك المنشى الشحاب. اللي بتقدير تكون الكائنات. والتتهيل العرب نصرا جديد. رغم العناد ورغم كل محاولات. والثثقيل الوزن يرجح بالخفيف. ميزان يرجح من ميزان الطغات. والجيم جاني علم عبرت بارليف. بطال مسره للشرف والطائلات. والححدود الدار تحماب السلاح. ومن ينصر الله ينصر قول انثبات. والخ خطر لك ان داسوا هالجنود. اللي لفول الحرم من كل الجهات. والدال دولة سوريا شنت هجوم. من حبت الجولان خلطهم شتات. والذال ذلوا يوم ربي ذلهم. وقياد قوتهم تداعوا بالشمات. والرقى جيش العروبة في سنوت. محل بين الاختلاف والافتوات. والزيادتهم الجبهة القتال. تزويد مصر و سوريا بمساعدات. والسين سمع ضربنا كل الشعوب. والمجلس الدولي وكل القارات. والسين شرم الشيخ والقدس العزيز. من دونها تهدى عمار غاليات. والصاد سقط للمعادي بالقليل. أربعمية من ما دفع من طائرات. والضاد والله تحترق في الجو عدام. طيارهم مشهر ولا قدمات. وطا طلبنا كان ماله مش تجيب. واليوم كل اللد له بل التفات. والضغطنا فوق من مد اليهود. بقوة البترول والمستوردات. والعين عمدتنا على الرب الإله. وجوشنا اللي لا يقتال مجهزات. والغين غنى الطير بالنصر المبين. والفاف عائلنا بلعدى بينات. والقاف قوتنا تصوعك كل يوم. والكاف كبدناك بتم قطيات. والله ملمينا جنود إلا الجهاد. والمين مع ذلك حشود مدرعات. والنون نوع الإسرحة نوعا حديث. والواء واجهنا الحروب القاسيات. والها هزمنا المعتدي وانكب المعيف. واليالي يقمنا أعدانا ما تبات. تم تضاخرها صلاة للرسول اللي مش بايات كتب منزلات. وهذه قصيدة قلتها في أمام اليميل أحمد. يقول مبدأ بسمالي رفع سبع سموات. وفتك نوح من البحور والمظلمات. ومن أعظم آيات رفع شمس وقمر. بمر هنا يفي سماهم صخرات. يا مرحبا يا أحمد ولد عبدالعزيز. أبكن تشرفوا يكن الدى الواجبات. حرن ولد حرن اليهوى بالجناح. مع جرة التشبع طيور حايمات. يا سيدي حنالكم تحت اللزوم. يا أهل الفعول الحاضرة والسابقات. أنتم ملوك العرب وأنتم عزهم. وعدوكم منكم عيون الساهلات. وصديكم بشرب عزهم كل يوم. في وقتنا الحاضر وفلي قد فات. وأنت من أهل الخير والفعل الجميل. دائم من اللي يعملون الصالحات. عمال خير ومن عمل خير نراه. جزاف في الجنة بيوت عامرات. ويقول له ربي جزاف فيما فعلت. الحسن هالوحدة بعشرة زايدات. وخوك فيصل فيصل والحق المبين. وتمن أهل العز والطائلات. أنت الفهم الماص وفرص الحديد. تنقض بسيساتك حبال المحكمات. حلال عسرة الدعاوة الكائدة. بحسن التصرف والأمور الكافيات. تمشي على وجه الصحيح اليم الشيد. وترسيك ما ترسي الجبال الراسيات. سيف على طول الليال وقصرها. الله يمتع به سنين المقبلات. تسعد فخانك العز المسلمين. والله لا يجعل صفكم صفي الشتات. ونطلبنا الله كل جمعة في اسبوع. وفي كل عيد وكل وقت مناسبات. أنه يسلمكم ويحفظكم جميع. وأنه يثبتكم على القولة الثبات. وأنه يعز الحي ما دام الحياة. عز بجيد ويرحم اللي قدمات. تم تضغره صلاة للرسول. اللي مشابايات كتب من منزلات. اللي يعجبه للسماء فوق البراق. ونزل على هاي كتب من حسل الصفات. سلامتك. وانت سالم وغادم. من الجديد في شيء ابو نائف. اللي ما نشر. من الجديد طال عمرك. والله أنا عندي قصاد. لكن محفظة زي ما قلتلك. مرة كنا في. طلعنا بره كشته. ويوم جينا في خيمة. هو الذبي حتى صرخ. وهو تشوى. والشغل كله. وعصار قبل تغرب الشمس. شويت لي أبيات. قلت. يا جماعة خيري. واش ذا الرحلها البرية. والحقيقة بيض الله. واجه من رتبها. ليتني داري واجهها. حجت العصرية. قبل ما تغرب علينا. الشمس في مغربها. ذكرتني عام الف واربعمية جرية. نجتمع وليا لقانا. على لعبتنا العباء. والمعزب. جايب ليلة ضايفة بالصينية. ما يلد ضايفة غالب. معزبه جايبها. البيت الخير. بدأ لها المجدية. ويشربها. صح لسالك أبو نايف. صح بدنك. في نهاية اللقاء نشكرك أبو نايف. ونقول الله يعطيك العافية. وبيض وجهك. الله يسلمكم ويحييكم. ولكم عودة علىنا إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. والله يحييكم. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة.